وننتقل الآن إلى ضيفنا في الستوديو الشرقية السياسي سيد محمد الأبيض السياسي المستقل سيد أحمد بداية أهلا بك وأيضا التطورات في المشهد السياسي في العراق الآن من بداية شهر أكتوبر إلى الآن التطورات متسارعة كيف تصف لنا المشهد السياسي الآن؟ بدءا تحيتي لك والجمهوركم الكريم الوصف بإيجاز أن هذا النظام السياسي الحالي يعيش حالة وفاة سريرية كلينيكية ينتظر إصدار شهادة الوفاة من سوف يصدرها طبعا بكل تأكيد هي القوة الوطنية الخيرة في العراق لأن هذا النظام اليوم لو تلاحظين من 1 أكتوبر لحد الآن المستوى البياني للجمهور العراقي المتظاهر يتصاعد في حين هناك تراجع في الخط البياني للأداء الحكومي أزاء كل الإشكالات التاريخية لأن أصبح تاريخي نتحدث عن 17 سنة من مشاكل يعيش الشعب العراقي ومن حالة ازدراء تام للأسف لهمومه ومشاكله لذلك المشهد قد يرى من بعد أنه معقد ولكن فيه داخله ويوصف بالشكل الآتي هناك التحام جماهيري ووحدة وطنية قد ظن البعض أنها لن تعود هذا المكسب الأول ثانيا والمكسب الأساسي اللي تحقق هو سقوط المقدس اللي كان يغلف والحقيقة يمنع أن تستدير الناس إلى وضعها وإلى هموم وطنها الثالث اليوم من المؤشرات المهمة جدا الحقيقة اللي فرضها الشارع العراقي هو الأداء الراقي للقوات الأمنية في حماية المتظاهرين وفي التعاطي معهم طيب هذه النقطة التي ذكرتها سيد أحمد يعني تظاهرات حالية تشهدها العراق ما الذي يميز هذه التظاهرات عن التظاهرات التي سبقتها خلال الفترات السابقة جميعا يعني واحدة من أهم للأسف النقاط الحاصلة هي كمية الدم الذي أسفك من 1 إلى 6 أكتوبر بدون يعني مبرر واقعي أو حقيقي لأنه الشباب وإن كان بعض الإشكالات اللي حصلت لكن جنابك إذا تقارنين بما حصل في بيروت خلال يومين من تكسير وتحطيم لمحال ومتلكات خاصة في بيروت لم يشهده العراق الحقيقة على مساحة التي تشكل ثلاث مرات قدر بيروت نعم ومشاكل العراقين أكثر من مشاكل لبنانين عشر مرات لكن ما حصل في عراق قلال يومين أولين حصلت بعض الأشياء لكن لا تستدعي لهذه القوة المفرطة نعم إذا كيف تصف التعامل الحكومي مع هذه التظاهرات؟ شوفي حتى نكون منصفين في عندنا حكومة وعندنا سلطات وهذا اللي يجب أن يفهمها الجمهور الحكومة حكومة بأداها اللي هو يتعلق بالوزارات الخدمية والأمنية والجزء الأساسي أنه القرار الأمني مختطف والسلطات الأخرى اللي تتمثل اللي ما يعرف بالفصائل وغيرها اللي تمتلك سلطة أعلى من سلطة الدولة اليوم هذه الحقيقة هي القصة التي يجب أن يفهمها الجمهور هذه ما تدافع عن مشروع عراقي تدافع عن أشياء أخرى لذلك اليوم الحكومة أنا بتقديري عاجزة عن أن تقدم شيء وعودها صحيح قد تبدو لاحظي خطاب السيد رئيس وزراء يوم أمس فيها أشياء جدا راقية لكن هذه يجب أن لا تتحقق في ظل هذا الظرف الراهن المعقد هذه كانت سلسلة طويلة من الإجراءات يجب أن تتحقق وبالتالي يحتاج إلى وقت أطول حتى يحققها ذلك اليوم محتاجين إلى عملية تداخل جراحي حقيقي لينقاذ الوضع في العراق نعم طيب يعني سيد أحمد أيضا كلمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي ألقاها أمس ما الذي حملته بالمقارنة مع الخطاب السابق والله بها ثلاث أشياء الحقيقة عاني بتقديري حسب رؤيتي الشيء الأول هو فيه اعتراف واضح جدا من أنه هو على استعداد لأن يمضي بالاستقالة ولكن هناك هو بررها بالفراغ أنا أعتقد أكو أشياء أخرى لم يذكرها اثنين هو أشار أنه الفساد موجود في المناطق العلوية من الدولة بحيث تحدث عن مكاتب الرئاسات الثلاثة ويجب أن تم مراجعتها وهيكلتها هو تحدث عن انفلات السلاح وتحدث عن أنه عدم قدرة الدولة على تنفيذ هذا المطلب هذا المفهوم الشاسع اللي يعني دوشه راسنا بيه سلاح بيد الدولة حتى صار هذا المفهوم شيء آخر هذه الأشياء الحقيقة إضافة إلى وعود هو قد يكون ذونية حسنة فيها ولكن الوقت قد مضى لتحقيق وعود ستراتيجية المهم أنه ماكو خاطر طريق هو يستطيع أن ينفضها على القوة السياسية حتى يستطيع أن ينفذها تعرفين جنابك القوة السياسية اليوم تنتظر يعني ما سوف يسفر عننا الموقف هل سوف جذوة هذه التظاهرات تنتهي اليوم بالمناسبة تتحولت هي من تظاهرات إلى احتجاجات إلى مواجهات نعم بالفعل وأكبر دليل يعني أريد أيضا أن أنوه إلى هذه النقطة بعد انضمام مرجعية النجف الدينية إلى رافضي التقرير الحكومي حول مقتل المتظاهرين ما هي الانعكاسات لهذا الانضمام على المشهد العراقي الآن يعني المرجعية اليوم بشكل واضح تعدت مرحلة يعني أن تطرق ناقص الخطر هي منذ سنوات تتحدث عن خطورة هذا ولكن هي بشكل واضح وصلت رسالة إلى السياسيين أن استمراركم بهذا النهج مع تصاعد الغليان الشعبي سوف يؤتي بالبلاد وحذر أكثر من مرة بالخطبة نعم أنه القادم سوف يكون سيء من يستطيع أن يلجم حقيقة القوة الشريرة في الوطن وبالتالي يعيد البسمة إلى أبناء أنا أعتقد كما ذكرت لك هناك عملية جراحية تجرى الآن في الخفاق قد تستدعي قضيتين أولا الشباب رايحين إلى أعلان العصيان المدني وهذا قد يحصل وبالتالي العصيان المدني طبعا راح ترتب عليه سلسلة إجراءات كثيرة والثاني قد يقول يعني البعثة الأممية في العراق قد تنطق بشيء ما يتعلق بالانتهاكات اللي حصلت وعدد الشهداء والجرحة اللي يسقطوا من الصباح إلى اليوم وإن حصل هذا سوف يكون تدخل يعني لدول عظمى في العراق تحت لواء الأمم المتحدة هذا هو الذي يحذرون منه بعض الساسة كانوا يقولون أن العراق سوف يعود للمظلة الدولية نعم إذا استمر الانتهاك بهذا الشكل الكبير بالتأكيد العالم سوف لن يبقى ساكتا هل من الممكن أن تكون المطالب بتغيير الشكل الحكومي الحالي يؤثر على المشهد للعراق خلال الفترات المقبلة شوفي الأسبوع الأول كان هناك نوع من الخطاب يوجهه للسيد عبد العبد المهدي إذا لاحظت جنابك وأكيد أنت متابعة بالإعلام كان خطاب من الجمهور إلى رئيس الوزراء الآن انتهى هذا الخطاب ذات اللحظين صار الخطاب يروح إلى الأحزاب إلى القوى السياسية وبدليل ما يحصل الآن في المحافظات من تطويق بعض المقرات هذا يعني أنه الشعب العراقي واعي أن الحكومة صارت في منحة وفي زاوية والأحزاب والقوى السياسية في منحة آخر لذلك أصبح الهدف التارجت بالنسبة للمتظاهرين هو ليس حكومة بعنوانها أو نظام سياسي محدد شكله يتغير هذا كله أطروحها بها طرف سياسي البلد الآن غارق في مشاكل وهموم وفي لحظة تصادم تاريخي ويأتي كل بعض يتحدث خلين نحول النظام من برلماني إلى رئاسي وما هي المشكلة هنا المشكلة هذا الدستور رغم ملاحظاتنا العتيدة عليها لكنه لم يطبق هذا لو طبق هذا الدستور بنسبة 50% لكان العراق في أفضل من هذه الحال بمرات إذن ما هي الحلول الجذرية التي ترى الحلول العراق الأمانة أقول لك وقد يتحفظ البعض عن ما سوف نذكره العراق بحاجة إلى مرحلة انتقالية بالغة الدقة وأن يسير المجتمع الدولي مع العراق دون أن يتركه هذه المرة كما تركه في السنوات الماضية من غير هذا الحل العملي العقلائي سوف لن تشهدي استقرار في العراق وهذا ليست تحذير من شخص غير عارف نحن مندكين بالشين العراقي وعارفين خطورة أين تكمن وليس في العراق فقط سوف تنتقل هذه ساحات التظاهر لكل الدول المحيطة في العراق حصلت في بيروت استجابة لبغداد وسوف تحصل في صنعها وأعتقد أنها سوف تدخل إلى إيران فيما بعد لأن حالة الرفض الشعبي لعدم الاكتغاث بهموم الناس هي حالة متوارثة الآن وطبيعة العصر اللي نعيشه اللي يتحدد ثلاث مسارات اللي هو صوت الشعوب لن يقهر وحقوق الإنسان هي الرائعة الأساسية في كل احتدام ما بين السلطات والشعوب تسمعين حضرتك التقارير والثالث هو العامل الدولي العامل الدولي يتدخل عندما تتقي المصالح أو تتقاطع اليوم بكل تأكيد الولايات التحدة الأمريكية وهذا خطاب أنه عدم اهتمامها بالشيء للعراق وهي مسؤولة تاريخيا عن ما حصل في العراق مسؤولة في كل تفاصيل إخفاقات في إدارة أوباما نجاحات في إدارة أخرى هذا لا يعني الشعب العراقي اليوم في حالة ضياع العراق في حالة تيه وعلى يعني كما يقول الحكمة تقول لقد اتفق الراعي مع الذئاب هكذا هو الحال القطيع الآن مساقي للذئاب فمن غير أن يكون هناك اهتمام دولي وتسطيل الضوء على القصة العراقية وفتح مجال الإعلام ماذا الحرب على الإعلام من هناك مطاردة الحقيقة مو فقط الإعلامية للمؤسسات الإعلامية أكو تحديد للمسارات الإعلامية وهم يعتقدوا أنه بهذا الإسلوب سوف يستطيعوا النجاح لا بالعكس أنت عليك أن تكون حر وتسلط الضوء إذا ما عندك جريمة ليتخفيها مما تخاف فتسلط الأضواء عما يحصل حقيقة في الأرض العراقية وأنا أعتقد الشعب تبت أنه شعب حر رغم كل اللي حصل الآن في ساحات التحرير وفي كل ما يرفع لواء العراق ويتحدث عن مظاهرات سلمية فهذا الحقيقة نوع من الظلم يمارس ضد الشعب العراقي يجب أن يتوقف طيب يعني خلال هذه الفترة أيضا وذكرت الحرية الإعلامية انتشر خلال هذه الفترة هاشتاغ لا تركب الموجة هل بالفعل وصل هذا الهاشتاغ إلى مبتغاه الحقيقي؟ شوفي ستة حتى أقول لك شيء أنا من اليوم الأول تحدثت عن هذه والبعض قد يقول أنه كنا نحكي في الطرف الإعلامي أنه اسميناها الثورة أنا لم أنتقل إلى مرحلة تسمي أنها الثورة الثورة هي العوامل عدة أسبابها موجودة أسباب الثورة في العراق لكنها انتقلت الآن من الاحتجاجات إلى المواجهة خلي نرجع ونسلط الضوء على الشريحة الأساسية اللي قادة هذا الحراك في 1 أكتوبر إذا في وقت في دقة أشرحها إليك ولي الجمهور تفضل الجزء الأساسي الحقيقة اللي تحرك هم من بسطاء الناس نعم اللي فقدوا أهم مسألتين دار السكن اللي يوصف بالعشوائية ولقمة العيش اللي هي تأتي من الميعرف بالتبتكة والستوتة والبسطيات هؤلاء كلهم كانوا معظمهم ينتموا إلى تيار ديني محدد معظمهم وهذا التيار الديني كان إلى حد ما مفر لهم الحماية لهذه المسألتين السكن ولقمة العيش عندما جاءت الدولة وسحبت لقمة العيش وهدمت الدار الذي يسكن فيه لم يجد نصرة من زعمائه فانقلب عليهم هذا واحد اثنين كثير من الذين قاتلوا داعش تحت ألوية الفصائل المسلحة كان يعتقد بأنه بعد الانتصار على داعش ووصول بعض الفصائل التي أصبح لديها تمثيل في البرلمان والحكومة أنه سوف يهتم بشؤونه الخاصة هذا لم يحصل أيضا فهل فصيليا زاعدا فصيليا واسع من الخريجين نتحدث عن ما يقرب أكثر من ربع مليون حامل شهادة عليا من ماستر ودكتوراه وشهادات بكالوريوس أكثر من اثنين مليون دول العاطنين على العمل لا يمكن لهؤلاء السكوت هل تلت الشرائح عندما التقت لم تلتفت للطائفة والطائفية والمحاصصة التقت تحت سقف الوطن وأنه الكل فيه هم واحد هذا اللي فات على المتسلطون في العراق اللي ينتبه له اليوم هذا المثلث العراقي من الجيع من فاقدي الأمل لا يمكن يعاد تبيه برة منج أو مسكن هنا أو هناك نحتاج كما ذكرت لك إلى بروسس إلى عملية جراحية معقدة فات أوانه لأنه الجرح قد التهب وبالتالي هذا الجرح ده ما يلتهب سوف يسبب مشاكل كبرى للبعض نعم سنعود الحديث ونستكمل حديثنا سيد أحمد الأبيض السياسية المستقل والآن نعود إلى نشرتنا حيث نؤكد بأنه أظهرت لقطات لرويترز نزول قوات الجيش العراقي إلى الشوارع وبين المتظاهرين رافعين أعلاماً عراقية ومعلنة دعمه لمطالب المحتجين كما أظهرت اللقطات ترحيباً شعبياً واسعاً من قبل المتظاهرين في وسط البصرة اصبحت الإنتان الزفادوoria وسط البصرة على العنادي على العنادي على العنادي بسيح رابط بسيح رابط بسيح رابط بسيح رابط المترجم للقناة المترجم للقناة ونعود الآن إلى ضيفنا في الاستوديو السيد أحمد الأبيض السياسي المستقل يعني كنا نشاهد الآن هذه اللقطات المباشرة لنزول الجيش العراقي إلى ساحات الشوارع أمام المتظاهرين يعني كيف ترى المشهد الآن والترحيب الكبير الذي قام به كما شاهدنا الآن هذه الصور للمتظاهرين بالجيش العراقي يعني حتى أقول لك وبكل تجرد الثورة تنطلق من أفواه الجياع ولكنها الحقيقة توضع على سكة النجاح والانتصار عندما يقودها الوعي اليوم هذه لحظة توعي تاريخية هذا اللي كنت أشير لها أنا قبل الصور أنه القوات الأمنية الحقيقة عبرت عن إرادتها الوطنية وبالتالي من غير أن يذهب البعض بتفسير أنه الجيش قد يلعب دور أو لا يلعب دور ليست هي هذه المهمة ليست هي هذه النقطة نحن نتحدث عن لحظة تلاقي وتلاحم كنا وكان البعض وليس نحن كان قد فقد الأمل بها ماذا من الممكن أن تحمل هذه الصورة الآن للمشهد؟ هذه كل المخاوف اللي كان يقولها البعض وللأسف اللي كل الطغاة بالتاريخ عندما يحشر بزاوية الرحيل عندما يطلب منه الرحيل كان سمعتها وسمعناها بما يعرف بالربيع العربي أنه أما نحن أو الفوضى الآن هذه اللحظة لا أنتم والفوضى ارحلوا التخويف تخويف الناس من انفلات أمني وضرر بالمصالح ومعرف إيش وبعض العصبويين اللي يسكت الأفواه بالاختيالات ومشابه ذلك زمنكم قد ولأ القضية بالزمن إذا بالزمن تحكي عن يوم وشهر وسنة انتهت اليوم كما وصفتها أنا يوم أمس في إحدى القنوات اليوم الشعب في ضفة والطغاة في ضفة أخرى وما بينهما نهر من الدم ومن المأساة والمعاناة فلا يمكن ما الذي سيوقف هذا الدم؟ بكل تأكيد سوف يقفه الأخيال في العراق ومنهم الجيش العراقي القوات الأمنية حتى وما إن كان منهم على جاتة الخطأ سوف يغير موقفه حتى مع العصبويين حتى مع القتلة البعض من عندهم سوف يغير هذا زمن التخلي هذا هو زمن التخلي وسوف تتخلى عنهم الدولة الكبرى لأنه هذه إرادة شعب نحن نتحدث عن شعب اليوم منذ 25 يوم هي لم تنتهي ترى عندما توقفت بسبب الزيارة وما شابه ذلك لم تتوقف الاختيالات والخطف وجنابك شفتي وتابع شرقية بشكل مباشر خطف الناشطين وغيره والتخويف والتخديد والتخوين واصدار مذكرات القبض وهي لا توجد مذكرات قبض كل هذا لم يوقف الشعب العراقي اليوم ما حصل منذ فجر من صبيحة ليلة الجمعة حصلت أشياء مرعبة كأنما بعض السلطات تتعاطى مع الشعب العراقي كأنما لعبة أطفال يأخذوهم بمسارات ثم يغلق عليهم الطرقات وينهالوا عليهم بالرصاص هذا كل كشف مدى هبوط أقلية الذي يدير هذا الشأن التركيز على الحل الأمني اللي للأسف تحول من حل أمني إلى حل قمعي هذا هو كان التركيز والإصرار من البعض للتوريط ورطوا البعض في هذا الملف وسوف يتورطون هم فيما أخرى المطاف الحل جدا بسيط هذه السلطات أعلنت أنها فشلت بدليل هذه الممارسات هذه واحد اثنين المجتمع الدولي سوف يتحرك متأخرا ولكنه سوف يتحرك شرعية النظام عادة تأتي من الشعوب كما يتحدث الدستور العراقي الشعب صاحب السلطات والشعب اليوم يبدو أنه خلص قرر بشكل نهاية يذهب إلى حاله الطلاق مع هذا النظام السياسي ليس بعنوانه كما يعتقد البعض قرلماني في دراليو ما شابه ذلك لكن بعنوان الممارسة التي حصلت في ظلال ذلك اليوم توقفت كل المسارات اللي كانوا يتبجحوا فيها عملية سياسية وديمقراطية وانتخابية لا يوجد شيء ينطبق مع مسمى هذا النظام الذي ينهال بالرصاص على أبنائه هذا لا يجوز هذا لا يجوز وفيه إقرار بدليل رغم الانتقادات الواسعة ومنها اليوم المرجعية انتقدت هذا التقرير اللي جافة كل الحقائق وابتعد عنها الحقيقة ومع ذلك لكن فيه إقرار أنه شهداء سقطوا وآلاف من الجرحة في ظل ستة أيام الحرب العالمية الأولى لم يحصل بها ذلك حقيقة هذا شيء مؤلم لذلك من يريد يعني يدافع ولو في زاوية من الزواية والله أنا أبحث لهم عن زاوية ويدافع عنها بشكل موضوعي ما لقيت ما موجدت شيء يدافع عنه لا أنجاز على الأرض لا على مستوى الإنسان وبناءه قيميا وعلى مستوى على الوطن وابناءه الحقيقة على مستوى البناء التحتية والاقتصادية والفكرية ولا على مستوى حتى إدارة أبسط الشؤون كل شيء قضى في الوطن حقيقة إلا هذا الإحساس اللي اليوم بنشتغل عليه وأعتقد هو هذا الإحساس الذي سوف يعيد الوجدان الوطني العراقي وبالتالي إن شاء الله لأيام دول نعم طيب سيد أحمد دعني أتجه إلى منحا آخر حيث الكتل السياسية والأحزاب المختلفة في المشهد العراقي الآن يلقون أو يلقون باللائمة على حكومة الرئيس عدل عبد المهدي في وقت سابق كانت فيه الأدوار متعاكسة هل تبادل هذه الاتهامات بالإيجاب سينعكس على الواقع في المشهد العراقي؟ والله التهمة الوحيدة التي يمكن أن توجه إلى حكومة سيد عدل عبد الميلي هو عدم اتخاذ قرار الاستقالة ولذلك فتح المجال للآخرين أنه يحشروا بالزاوية الأسف الضيقة ما كنا نتمناها هذه هي التهمة اللي أنا أوجهها سياسياً وليست قضائياً سياسياً عندما أحاكي المشهد العراقي كان يفترض رغم كل الضوط والقيود أو المخاوف أو التخويف كان يجب أن يذهب بهذا الاتجاه ليحرج القوى السياسية هو لم يستطع أن يلتقط هذه الفكرة هو لو قام بالاستقالة لسكتت هذه القوى السياسية لانتهت حقيقة عملية لكان الشعب العراقي رغم كل الملاحظات لصطف معه ولذلك يوجد فرصة لحد هذه اللحظة أن الشعب أنت لا تراهن على هذه القوى السياسية هذه قوة شاردة وطاردة هذه قوة لم تؤسس بالعراق إلى شيء اسمها وطن وبالتالي سقطت على البلد نهبا وسلبا لذلك أنت عليك هذه النداء الأخير يعني قبل أن يشرق يوم غدا نداء أخير عليك أن تعود إلى الشعب الاستقالة سوف تجسر هذا النهر الذي تحدثنا عنه سوف تبدأ برأس الرمح وتجسر إلى علاقة أخرى مع الشعب العراقي هذا هو المطلب الآن هل ستقولين ليش الاستقالة؟ لأن الاستقالة هي إعلان فشل كل ما جرى هو هذا وبالتالي اعتذار من الشعب العراقي بشكل مهذب ممكن أن يطمن الناس نعم طيب ابقى معنا سيد أحمد سوف نعود إلى هذه النقطة نعود لنباشر نشرتنا ثم نستكمل هذه النقاط المهمة ولرويترز نعود إليهم حيث قامت بإعلان نزول قوات الجيش العراقي إلى الشوارع وبين المتظاهرين رافعين أعلاما عراقية ومعلنة دعمه لمطالب المحتجين كما أظهرت اللقطات ترحيبا شعبيا واسعا من قبل المتظاهرين في وسط البصرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا وأضرم محتجون غاضبون في استماوى مقر عدد من الأحزاب السياسية في محافظة المثنى محملين إياها مسئولية وصول أوضاع البلد إلى التدهور الحالي وذكر شهود أن مجاميع المحتجين أضرموا النار بمبان تتبع أحزابا سياسية في منطقة الحكمة ومنطقة الزجرية بالإضافة إلى تسجيل تجمعات أخرى في مركز السماوى دون تسجيل احتكاك مع القوات الأمنية وعناصر حمايات مقار الأحزاب وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر اقتحام محتجين غاضبين مقر الحكومة المحلية في ذيقار والقريب من ساحة الحبوب بعد أن أزالوا اليافطة الخاصة بها ثم أشعلوا النيران بالمبنى ونعود إلى ضيفنا في الستوديو السيد أحمد الأبيض السياسي المستقل وكما شاهدت الآن يعني كنا نشاهد هذه اللقطات والأخبار كما سمعتها عن إضرام المحتجين للنار في هذه المناطق المثنوى أيضا في البصرة يعني كيف ترى هذا المشهد وتطوراته في الوضع السياسي؟ شوفي يسأل بعض السائل حقيقة لماذا هذا الاستهداف لمقر الأحزاب أو بعض ليس في كل المحافظات يعني لم تحصل في البصرة البصرة اليوم لفوا المبنى الحكومة المحلية بالعلم العراقي وهذا كان تطور راتي هناك أسباب بالجيو بوليتيكس لماذا البصرة يجب أن تبقى هذه؟ لأن هناك مشروع كان يريد حقيقة إخراج نفط البصرة عن التصدير بتحت ذريعة الفوضى وبالتالي هذا يحقق مكسب لإيران لكي تضغط بشكل مباشر على العالم نتيجة ارتفاع الأسعار هناك مخططات عدة الآن لكن الشعب العراقي لم يلتفت لهذه المخططات وملتفت إلى قضيته هو خارج ليستعيد الوطن من أيدي سالبيه هذه النقطة الأساسية بكل مستوياتهم الفكرية لذلك بعض المقرات الآن أصبحت شيء مؤذي مقرات الأحزاب أقصد مؤذي للعراقيين مجرد تواجدها أصبح يمثل لهم شيء من الفزع والرعب تخرج منها ميليشيات تخرج من قتلها تخرج من بعض المقرات أقصد وليس الكل هذا الشعب العراقي يعرفه بالتفاصيل وخصوصا في مدننا الصغيرة وفي أقضيتنا التي غاب عنها كل شيء جميل هذا المدن والأقضية اليوم تعاني من هذا الزيف والادعاء فلذلك هي عملية إصرار بقاء هذه الأحزاب بعد أن حصل فيه 1 أكتوبر ثم تعود هي مصرع كأنها تتمسك بالسلطة بأي شيء ما زال هناك حالة رفض شعبي لا يتحدث حزب عن أي شيء آخر رفض شعبي لا يسميها تخريب ومعرفة شيء مو تخريب مبنى أولا هذا غير رسمي معظم المقرات الحزبية هي مستلبة من أموال الدولة حقيقة هذا وبالتالي الشعب العراقي يعرف لذلك هو هذا الاستهداف لأنه هذه معظم المقرات أقول لك بشكل من 2003 تغانمتها الأحزاب فيما بينها وهي ممتلكات للنفع العام تم تحويلها مقرات أحزاب هذه الحقيقة معروفة وبالتالي هذا اليوم اللي يحصل هو بما أنه أنت الممتلك العام الذي يعود للشعب قد استوليت عليه أنا اليوم أستعيده بطريختي هو ملك خاص لي للشعب العراقي هذه هي الرسالة اللي ما فهمتها الأحزاب إذا كانت هي أحزاب الحزب طبعا عنده نظرية وفكير ويخطط لذلك أقول ما يحصل الآن صحيح إحنا ما نتمنى ومن ريده يصير حقيقة من ريد عثقاب يشتعل في العراق لكن هذا غضب شعبي ده يجابه بالرصاص لا زال الرد من الشعب في مستويات الحضارية لا يعني إذا استمر هذا القتل العشوائي وإطلاق الرصاص أكد لك أنا أكد لك سوف تذهب إلى مواجهات والبعض يبدو أنه يريدها حتى يروح العراق بالمنزلق لكن أتمنى من الله بعد أن نزل الجيش وبدأ الالتحام مع المواطنين القوى الأبنية اللي حملة الورود اليوم أنا عندي ثقة بها ولا أنه سوف يكونوا مع الشعب ويطاروا الخفافيش الليل سوف يطاردوهم اللي ما عندهم غير مصطحة بأنه يحترق العراق حتى يخفوا جرائمهم هذا لن يحصل إن شاء الله ولذلك هذه الممارسات سوف تشاهدين بعض الساعات وساعات سوف تنظم وسوف يكون الشعب قد أوصل رسالته إلى العالم بأنه نحن الشعب لدينا وطن مسلوب منهوب مستلب نحن خرجنا لاستعادته واستعادة كل حقوقنا لكل الشعب العراقي ليست كما يريد البعض أن يمر بعض الخطب التي يعني عفى عنها الزمن هذه لطائفة خرج العراق ما يحمل شيء غير لواء العراق وغير علم العراق وهذه هي الرسالة البالغة اليوم الحقيقة اللي سوف تدرس على مدى سنوات في معاهد المختصة بالعلوم الشؤون السياسية والاجتماعية سوف تدرس هذه الحقيقة هذه ليس من باب الغرور لأنه احنا عشنا بعض التجارب في زمننا وقرأنا عن تجارب أخرى الحالة العراقية لا يوجد لها مثيل في كل التاريخ على مستوى الاضطهاد الذي يمورس والتغييب والتجهيل يمورس بحق الشعب العراقي ولكن انتفضت هذا المارد مرة أخرى لذلك كل من يحاول تقزيم الشأن العراقي هنا أو تقليل من شيئنا لن يسمح له لأنه الشعب العراقي سوف يسجل بتاريخه من وقف معه ومن وقف ضده نعم بالعودة إلى النقطة التي كنا قد ذكرناها قبل الفاصل يعني سيد أحمد كنا تحدثنا عن يعني المواقف للكتل والأحزاب السياسية في داخل العراق والقاء اللائمة على حكومة رئيس عبد المهدي حكومة رئيس عبد المهدي في هذه الأحداث التي تحدث الآن بهذه الصورة يعني هل بالفعل للموقف الشعبي صوت حقيقي من الممكن أن يؤثر بالفعل على هذه الكتل السياسية لتحقيق المطالب التي يسعى للوصول إليها شوفي الشعبي العراقي اليوم خلص يعني ممكن 1 أكتوبر إلى 6 أكتوبر حصلت أشياء مؤلمة حقيقة وقدموا العراقيين قوافل من الشهداء بغض النظر من هو المسبق وكذلك لكن كان أكو أمل في شيء بسيط كما ذكرت لك من يوم تقريبا 6 أكتوبر إلى اليوم 25 أكتوبر كان ممكن للحكمة أن تعود للبعض لذلك الشعب العراقي اليوم ما ملتفك ليس لقوى السياسية بالمناسبة أذكر لك الشعب العراقي ما ملتفك للقوى العالمية أصلا في حساباته خاف البعض يعتقد أنه العراقيين ينتظروا العون من دول العالم وما شابه ذلك لا بالعكس العالم سوف يكون بحاجة العراقيين وسوف تثبت الأيام لأنه غير أن تصحح مسار الأوضاع في العراق بشكل الصحيح غير أن تحفظ سيادته بقرارات أممية هذا الانتهاك الحاصل للسيادة والامتراء في شؤونه هذا الشيء معيب على كل من ساهم في ذلك من غير أن يعاد الاستقرار إلى العراقيين وبالتالي يعاد لهم القرار الوطني المسلوب الذي تم استلابه وتجزئته ليست فقط على دولة وحدة لا وزع على الدول للأسف وبالتالي كأنما هناك محاولة لتضيع دم الضحية ما بين القبائل كما يقال هذا الأمر اليوم كما ذكرت لك الشعب العراقي موعد ما ملتفت للقوة السياسية وللأحزاب ما خايف من القتل والقرناصين ولاحظي كل ما يستمره بالقتل يزداد أصرار كل ما يستمره بالإساءة يزداد مارقة مرت في لحظة غفلة من الزمن لتحكم العراق بحاجة العراقي لها اليوم بالعكس هم اليوم مساكين الشعب العراقي اليوم يستعطفهم وأنا أقول لك شيء رغم اللي يمورس ضد العراقيين لكان ممكن أن تشوفين مشاهد مؤلمة يقوم بها الشعب العراقي لكن لا زال هذا الشعب يحترم إرادته ويحترم تاريخه وحاضرة وهو لا يطلب شيء هو واضح نقطر السطر انتهينا من هذه العلاقة التفويض اللي أعطاه الشعب العراقي لكم يجب أن يتوقف ونعيد لترتيب الأوضاع هذا كل المطلوب نعم بالفعل نلتقل الآن نشاهد هذه الصور لتجمعات في ساحة التحرير وكما ترى الآن سيد أحمد هناك الكثير من الحشود تجتمع ولديهم مطالب محددة يعني كيف تصف هذه التطورات وإلى أي مدى من الممكن أن تصل ما أدري هما الشعب العراقي كما ذكرت لك بالتأكيد ماكو جهة الآن دي يخاطبوها من الجهات الحكومية نعم ماذا تمثل لك هذه الصورة الآن هذه صورة حضارية راقية ما ذكرت لك الآن سوف يتعلم كل شعب بالكرة الأرضية وتأكدي من هذا وسوف تكتب يعني انتظري بعض المؤسسات الإعلامية المهمة بالعالم المحايدة المهنية سوف تنقل هذه الصورة لشعب الحقيقة جرد من أبسط مقاومات الحياة وهو يمتلك كل مقاومات الحياة الحرة والكريمة ومع ذلك رغم شوفي صبرة شوفي صبرة على الاعتداءات وعلى الممارسات اللي معروفة من هذه الجهات لكن شوفي استطاع أن يحول كل الخصوم إلى صالحة كل الخصوم تم تحويلهم إلى صالح الشعب العراقي هذه الصورة اليوم ما عاد أتحدث عن مطلب تعرفين شنو؟ نتحدث عن شيء جديد اسمه أنا الحاكم وأنا المحكم اسمي أنا الشعب العراقي لا أسمح لأحدا أن يمتهن كرامتي مرة أخرى أو أن يمارس علي الممارسات الزائفة من خداع وزيف وتضليل وتخوين كل هذه الممارسات إذا تحطيها في سلة أجاب عنها الشارع العراقي اليوم بوضوح وهو لا يستهدف أحد بالمناسبة ولا يحمل ضغينة لأحد إذا كان دول أو مؤسسات أو أحزاب أو أشخاص نهائيا هو تحرر من هذا القيد كسره خلاص كسر إذن هذا المشهد كما تشاهد سيد أحمد كسر للقيد كسر للقيد وأيضا قام من قبل في دول عربية أخرى بكسر قيود أخرى هل من الممكن بالفعل أيضا أن تنتقل هذه الصورة إلى العراق أيضا لا شوفي رح أقول لك شيء المختلف في بعض الدول اللي حصل فيها حصل هذا التحرك الشعبي باسم ثورات وغيرها سببت فوضى نحن أصلا جايين من فوضى فلا تخافي من ذلك نحن أصلا جايين من فوضى نحن لم نكن في حالة استقرار بالتالي هذا الحراك الشعبي العارم يعني يخيفنا بالعكس لأنه وحدة من الدوافع الأساسية للشعب العراقي اللي جعلته يتحرك بهذا الزخم هي الفوضى التي كان يعيش فيها نعم ذكرت بأن الآن هي لن تأخذ هذه الصورة الآن الوضع في العراق إلى منحا مختلف كما كان في دول عربية أخرى ولكن ذكرت أيضا في ضمن الحديث اليوم يعني سيد أحمد إعلان العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة للمطالب التي قاموا برفعها المتظاهرين لا العصيان المدني ما رح يتعلق عفوا يعني ما رح يتعلق بالمطالب بس وضحها ولكن إلى ماذا سوف يحمل العصيان المدني؟ لا لم يتوقف القتل والجزر لا لم يتوقف النحر على ذكة الوطن هذا النحر المستمر هذا هو اللي سوف يكون سبب في إعلان الحصيان المدني إذا ظل العالم يعني لا يلتفت إلى الشأن العراقي ويتعاطى معه ضمن مصالح هنا وهنا للأسف حتى بعض من النظامات الدولية مجافية الحقيقة وهي للأسف تتقاضى أموال من السراق لبعض منهم كل هذه الحقائق وصلت للشعب العراقي وهو نداء لكل العالم أنه كفاءة كفاءة خلص يعني ما في مجال للعودة إلى الخلف ذلك الشرع عراقي عندما يذهب إلى هذه المراحل الحضارية من الاحتجاج لا يريد أن يذهب إلى المواجهات التي يريدها البعض وهذا حسنا فعل العقل الشاب العراقي أن يذهب إلى العصيان المدني حتى يتوقف يتوقف ماقنة القتل الآن ما في مطالب الآن في جزار يحمل سيفه ويجزر في الناس بدون أن يسائله أحد وهو مطلق العنان والعالم يتفرج تحت مسميات منظمات حقوق إنسان وأبصر إيش وإلى آخرين وهذا الواقع في العراق لم يصدر أي بيان منذ الصباح لحد الآن من بعثة اليونامي في العراق للأسف وهي المفروض لديها الآن فريق يتحرك في الشوارع بغداد كلمة واحدة من يونامي سوف تنهي الأمر باتجاه سياسي محدد فما أعرف شوه الصمت هذا طيب يعني في ظل الحديث عن الشأن الدولي أيضا وتدخل الجهات الأخرى يعني وأيضا ذكرت أن الوضع في العراق لن يتغير إلا بتضافر الجهود سواء كانت دولية أو أيضا داخلية كيف سوف يكون هناك تغيير يعني بذكر هذه النقطة من أنتقد شرتي الكريمة أنا من أنتقد لدي مؤشرات وفق فهم السياسي ما يحصل على سبيل المثال الآن في الإعلام للعربي للأسف لاحظي حجم التغطيات التي تحصل للشأن اللبناني على سبيل المثال وكان الأساس هو في العراق هذا أكو في نوع من المجافات أكو نوع من البوليسي ظاهر مصممة ما يحصل من تقارير في دول أقل شأن ما حصل في تونس والجزارة على سبيل المثال أو في السودان لاحظة حجم التقارير الدولية التي صدرت لم يسقط في السودان عدد من القتلى بقدر ما سقط عند العراقيين لم يصدر شيء لحد الآن صحيح البيانات تتصاعد ولكن الآن المطلوب المطلوب من المظلة الدولية في العراق أن تقول الحقيقة نحن لا نريد أن نملي عليها لربما الملف السوداني يختلف قليلا عن الملف العراقي ما هذا لكي ونظمة ولكن أنت ذكرت هذه النقاط الرئيسية لتكوين التغيير في المشهد العراقي الحالي بعد هذه التطورات التي نشاهدها وكما شاهدناها من قليل يعني الآن هذه التطورات المتسارعة كيف سيكون للقوى الداخلية تأثير بالتعاون مع المتظاهرين لتغيير هذه الصورة إلى الأفضل الأسرار الأسرار وأن ينتج المتظاهرين الحقيقة من داخل نخبهم الواعي بكل مسمياتهم مجلس نخبوي لتوجيه حراكهم هذا مهم جدا مو قيادات تركب الموجة لا هذا مهم جدا ثالثا الحقيقة أن يحافظوا على سلمية تظاهرهم رغم كل الأذى والمعاناة التي يعيشوها هل هذا يعتبر عفوا يعني هناك نقطة ذكرتها الآن ركوب للأحزاب لهذه الموجة هل بالفعل ترى أن هناك أحزابا ركبت الموجة؟ رفضتهم هذه الموجة لشدتها وقوتها رفضتهم لأنه الشعب متكون من هؤلاء أصلا لاحظ المربعات التي قسموا بها الشعب العراقي هذا أحمر وذاك أصفر وهذا أسود وهم جاءوا على رؤوس هذه المربعات هذه المربعات بينها كانت حواجز تكسرت فعاد اللون العراقي الواحد ولذلك كان يعتقد البعض أنه ما حصل في 1 أكتوبر ممكن أن يقيسه بمقاربات على ما حصل عام الفيرو 15 و11 أن تأتي قوة سياسية محددة أو رجل دين محدد يركب الموجة ويلتف على الحراك ويذهب به باتجاهات محددة هذا ما عاد موجود في قاموس العراقيين فقصة انتهت وأكد لك انتهت بحيث كل المحاولات خلال الأسبوعين التي كانت هي فترة التقاط أنفاس للسلطات لم تفلح في تغيير مناخ وذهنية العراقيين أنا أترك الصورة تتحدث أنا لا أريد أن أتحدث ولكن الصورة هي تتحدث منذ العاشرة ليلا يوم أمس إلى اليوم إلى هذه الساعة لم يهدأ غليان بل بالعكس ازدادت الحشود الشباب ساعة ثانية ظهرا بعد أن انهالوا عليهم بالرصاص اختبأوا خلف الكونكريت اللي وضعتها السلطات حمد لله صار هذا الكونكريت حاجزا ودرعا للعراقيين يعني يوم 25-20 الأول هو كان اليوم المرتقب ولكن هناك كانت تمهيدات مسبقة أيضا هناك كانت تصريحات سابقة لهذا التاريخ المتوقع والمعلن عنه من أي جهات تصريح كانت؟ كانت هناك تصريحات مختلفة وليلة الأمس أيضا كان هناك تصريح وكلمة لرئيس الوزراء عبدالعبد المهدي تستبق لأحداث التظاهرات كل اللي كانوا يراهنوا عليها السوق ماذا تحمل هذه الاسباقات للتظاهرات والشارع العراقي بشكل عام؟ كانوا فاهمين المشهد فكرة صحية حقيقة وبالعلم يقال أنه فهم السؤال نصف الجواب اليوم إذا جنابك تسأليني سؤال وأنا ما أفهمه أخطأ بالإجابة هو هذا اللي حصل لم يفهموا الشعب العراقي كل المشكلة هذه كانوا يتعاطوا معه بأنه الشعب غائب عن التاريخ والحضارة بسبب الحصار وبسبب الحروب بسبب الاحتلال كل هذا كان هذا فهمهم وجزء منهم كان يحمل أحقاد للأسف على الشعب العراقي ولذلك هذه الممارسات متنم عن أي عقلية سياسية أنا إذا أريد أن أحاكمهم أحاكمهم بالغباء السياسي شعب مثل الشعب العراقي طيع وخير وأصيل ويمتلك هذه الطاقات والإمكانيات أنت بعد 16 سنة 17 سنة جاي تعالج مشاكل كوية بالمقاربة الأمنية فقط نعم منذ 25 يوم ماكو غير الحل الأمني هذا خطأ شعب بسيط ما محتاج منه غير كلمة ود حقيقية وكلمة تصدر من قلب صادق وعقل ناضج لم يحصل هذا؟ إحنا نراهن على خلنا نطلع حال الحزمة والإصلاحات بلك يهدون خلنا نمطي كم شيخ عشيرة سوري كم نعطيه كم فلسبي هذا الشيخ العشيرة اللي تلقى الأموال لا يمثل نفسه سوري لا يمثل أحد يمثل نفسه وهو السمسار يتاجر هنا وهناك هذا الساليب شراء الذمم لا يمكن أن تحلي شعب 40 مليون عمقه بالمناسبة تريد أن أتحدث عن 40 مليون أنا أشمل فيه كل العراق وسوف تشهدين هذا الحراق سوف يصل لكل العراق كل المقدس سقط إن كان سياسيا دينيا اجتماعيا ما عاد عند العراقين غير الوطن هو المقدس وسوف يقاتل ويدافع عنه للحظة الأخيرة فهذه نصيحة للذي يضع يديه على الزنات فقط أن يتوقف لأن هذا الرصاص هذا الرصاص هذا مكلف حقيقة إذن هل ترى الآن بأن الصورة باتت واضحة للعراقيين بعد هذه الأحداث أنا أعتقد الكل كل العراقيين في الداخل وفي الخارج اليوم يعيشوا لحظة تاريخية بها عنفوان وافتخار بأنه لديهم هكذا الشعب ووطن سوف تشهد الأيام القادمة التلاحم تاريخي ومصيري لذلك مرة أخرى أعود وأقول حافظوا أصروا على نهجكم هذا النهج الوطني أصروا على سلميتكم حقيقة كونوا ادفعوا بأخياركم في المقدمة لا تتنازعوا على شيء هذه ليس الذهاب إلى السلطة هذه الذهاب إلى الوطن هذه ليس سلطة نتغانمها أموال أو نتقاسمها هذه عودة لأن ننتج الوطن مرة أخرى بعناوين جديدة ليس هذه كبيرة على عراق ينتج أربع حضارات لم تحصل في أي دولة في العالم ولا في الكرة الأرضية لم ينتج أي شعبا في الكرة الأرضية عبر التاريخ أربع حضارات هل يعقل في آخر المطاف شل تمرق على تاريخه تأخذه في زوايا ظلمة مظلمة تنحاز بشأنها وتترك هذا الشعب هذه هي القصة شوف العمق التاريخي لدى العراقيين تحرك اليوم عمق الأكاديين والبابلين والسومرين كل تحرك اليوم جاء ليقدم للعالم هذا النموذج الذي تشوفه جنابك وذا يشوفه كل إنسان شريف وينظر له بعين التقدير والاحترام هذا الشعب لا يمكن لأحد أن يقفز عليه مرة أخرى نعم الآن ننتقل أيضا إلى لقطات جديدة وصلتنا حيث يتجمع الآن آلاف من المتظاهرين أمام مقر حكومة كربلاء سيد أبيض هناك العديد من الابتدادات التي نشاهدها الآن والأحداث ستسارع إلى ماذا ممكن أن تصل الأحداث وتصل التطورات خلال الأربعة والعشرين ساعة المقبلة على الأقل شوفي عود الثقاب اللي يشعل الغابة معادلة تأثير هو هذا الخوف كانوا القلق وكانوا التحذيرات من هذا خصها من المنتفعين من الوضع السياسي في العراق سواء داخليين أو خارجيين عود الثقاب الذي قد يشعل الغابة عود الثقاب ممكن يشعل الغابة لكن في العراق اليوم لو جيبين الغابة ما تشعل شيء أنا مواثق أنه هؤلاء الشباب هؤلاء الفتية اللي صدوا بهذه الصدور العارية اللي يقدم روحها في دائل الوطن لا يمكن أن يحرق الوطن هذه معادلة حقيقية لذلك هذا التشويش وذباب ألكتروني وذيول وخوف الناس بدأ لأن صوتهم يخفض حاولوا منذ الصباح تشويش وضغط على الإعلام وتكسير كاميرات مراسلين كلها أساليب متخلفة وخطاب سلفي مردودة أنه أنا أما أنا ربكم لعلا فأعبدون هذا هو كل اللي حصل هذا انتهى اليوم في كربلا وفي النجف وغدا في الموصل وكل الأحرار في عراق سوف يتحركوا في إطار هذا النهج تخويف جزء مهم من الشعب العراقي إذا تحرك سوف يتهم بتهم سوف تنتهي خلال الأيام القادمة لا يجوز أن يتهم أحرار العراق بأنهم قتل أو دواعش أو سراق أو بعثيين أعمارهم دون هذا السن من رحلة حزب البعث لم يكونوا هؤلاء قسما كبيرا منهم لم يكن في الحياة هذا الإسفاف الحاصل وعدم التقدير وعدم الاعتناء هذا مردودة هذا الذي يحصل اليوم ممكن تسميتها أكثر من ثورة وأكثر من انتفاضة أنا أعتقد هو هذا الوجه الحقيقي للعراقيين اليوم ظهر وهذا الذي يجب أن لا يجعل البعض يحزن وإن سوف يخسر بعض المصالح النفعية لكنه سوف يكشب دولة ووطن وشعب محترم حضاري سوف يحمي أبناء وأبناء أبناء والأجيال القادمين أما ثلة مارقة سقطت من الكسف من السماء على العراق تريد أن تأخذ هذا المنحة من الجرم وبالتالي تقول للناس نحن كنا نحكم باسم الدين نحكم باسم الوطن نحكم باسم الديمقراطية هذا انتهى الأمر خلاص وبالتالي هي نصيحة للذي يستطيع منه من يقفز من السفينة فليقفز لأنها غارقة بإذن الله عن قريب ودعنا الآن سيد أحمد للانتقال إلى كلمة مقر المرجعية حيث رفضت مرجعية النجف الدينية تقرير اللجنة الحكومية والخاص بقتل المتظاهرين وقالت إنه لم يكشف الحقائق للرأي العام والذوي الضحايا والذين سقطوا في التظاهرات السابقة من الشهر الجاري وانضمت مرجعية النجف الدينية إلى رافضي التقرير الحكومي حول قتل المتظاهرين والذي قوبل برفض شعبي وسياسي واسع مطالبة بتشكيل هيئة قضائية مستقلة تحقق بقتل المتظاهرين في حين طالب ناشطون بإحالة رئيس اللجنة الحكومية وأعضائها إلى المحاكمة بسبب إخفائهم المعلومات وعدم تقديمهم الحقائق كما هي يبقى أن نشير إلى أن التقرير المنشور عن نتائج التحقيق كما شهدته التظاهرات السابقة من إراقة للدماء وتخريب الممتلكات لما لم يحقق الهدف المترقب منه ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام فمن المهم الآن أن تتشكل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا الموضوع وإعلام الجمهور بنتائج تحقيقها بكل مهنية وشفافية نعود الآن إلى ضيفنا الكريم في الستوديو السيد أحمد الأبيض السياسي المستقل ولكن نصل الآن إلى الوقت الضيق الأخير وضمن هذه التطورات كما شاهدنا هناك سؤال أخير يفرض نفسه هل هناك مؤشرات لهذه التصريحات من المرجعية الدينية في النجف لتغيير المشهد السياسي ووضع بصمة مختلفة؟ يعني هي أدواتها أدوات المرجعية في التغيير حقيقة جزء منها هذا التوجيه اللي يحصل في خربة الجمعة لكن أدواتها الأخرى كانت اتباع مو الشعب العراقي فقط الاتباع السياسي لتوجيهاتها يبدو أنه في شكوى بين السطور أنه السياسيين خلاص ما عادوا يلتزموا بهذه التوجيهات لأنه في الجمعة التي سبقت التي تحدثت بها المرجعية الشيخ عبد المهد الكربلائي عندما طالب الحقيقة بكشف الجنات والقتلة اللي قتلوا المتظاهرين اليوم جاء الرد وكأنما يقول أنه الحكومة فشلت في تحقيق ذلك وبالتالي هو مدة الإسبوعين التي أعطيت للحكومة واضح أنه المرجع واضح استياء من هذا الأمر وهو اصطف مع الشعب العراقي ولذلك لاحظي بعد الخطبة صاعدت الاحتجاجات لأنه كان البعض يراهن على أنه قد يكون في خطبة الجمعة ما يؤيد إلى حد ما الحكومة ويشير إلى أنه تبقى الأوضاع كما هي لا انتهت هذه القصة وبالتالي اليوم ما في حدا منصف على وجه الكرة الأرضية إلا أن يقول أن ما حصل خطأ بالمناسبة الآن نحن نتحدث معك والجزر حاصل في الناصرية وكذا بعض الميليشيات المنفلتة تقتل بالمواطنين هذا اللي أنا أتحدث فيه ما أعرف يعني هل هو هذا يعني السياق اللي احنا نتحدث عنه نتحدث عن بلد يعني عن فوضى معروف يعني بذلك خلي عالجوها وهذه كلها جرائم سوف تسجل وما في حدا يستطيع أن يهرب من جريمات يعني صورة الآن عفل صورة الآن نريد أن نصفها على الأقل في هذه اللحظة كيف ترى المشهد من صورة سياسية وتحليل جيو سياسي للمنطقة لاحظي الآن حتى نكبر المشهد العراقي الآن إيران داخله في صراع واضح مع الولايات التحدة الأمريكية البعض يشكك في ذلك أنا أكد لك لا هو صراع ومواجهة حقيقية لكن شكل المواجهة تغير في قبال ذلك في دول خليجية تشكو من الوضع الإيراني والاضطراف في المنطقة خلف ذلك الحقيقة الساحات الأساسية التي تتحرك فيها إيران هي العراق سوريا لبنان واليمن اليوم الحاصل أن الإيرانيين شعروا بخطورة ما يحصل في العراق ولبنان بعد أن تم تحجيم دورهم بشكل كبير في سوريا بالتعاون الحاصل ما بين إسرائيل وروسيا وأمريكا وتروكيا اليوم إيران لا مستفردة بالقرار السياسي في سوريا كما كان سابقا لذلك الإيرانيين يعتقدوا أن ما يحصل في العراق هو استهداف لها سواء كانت مظاهرات شيء آخر إسقاط حكومة يعتقدوا هذا بالشكل قطعي لكن المؤلم عند الإيرانيين اللي بدأوا يعيدون حساباتهم به من قبل أسبوع أن الخزين البشري الذي كانت تعتقده أنه إلى جنبها سوف يبقى إلى آخر مطاف وخصوصا المنطقة الوسطى والشرقية هو الذي يتظاهر وحامل هذا اللواء والشعارات المنددة بالجانب الإيراني لذلك اليوم يعيدوا حساباتهم لكن عادة الحسابات واستخدام نفس الأدوات والجهات السياسية سوف يخسرهم أكثر مما يربحهم الولايات التحدة الأمريكية أين في هذه المعادلة؟ الولايات التحدة الأمريكية تعتقد أنه النظام السياسي في العراق وصل إلى آخر المطاف لكن عملية التغيير والتبديل إذا كانت تريد أن تجهب بإرادتها لذلك أوجدت قوات بذريعة أنه سحبها من سوريا تم تغيير هذا العنوان من قتال داعش إلى الدفاع عن العراق وبالتالي الولايات التحدة الأمريكية تعتقد أنه مصادر الطاقة والمراكز الحيوية في الدولة العراقية يجب أن تحمى هل سيد الحكومة العراقية مطلبت فعلى الأمم المتحدة أن تطلب ذلك من الولايات التحدة الأمريكية أن تحمي عندما يحصل هذا أعتقد سوف تكون كلمة الفصل في تغيير المشهد نعم طيب لنعود إلى نقطة الداخل الآن ومحاولة من يركب موجة هذه التظاهرات من قبل جهات وكتال سياسية ولديها أربع وزارات للحكومة وهي الآن تقدم نفسها أنها ضد الحكومة هو هذا المشهد الانتهازي في العراق للأسف هو مشهد انتهازي أنا معك معك طالما أنت تحقق مصارحي أنا سوف أقف ضدك طالما أنت تقاطعني فيهم لا زالوا شوف البعض للأسف تعرفين شو المشكلة في العراق وهذه الدنيا صيرة في هالشكل وحمرت الدنيا من هذا الحاصل من القتل والترويع ولكن البعض لا زال يفكر بالمناصب التي كان من يفترض أن يصوت عنها البرلمان اليوم أو هذه بالنسبة للدرجات الخاصة البعض يساوم في هذه اللحظة أنا أتحدث معك وهو يساوم على منصب هنا مدير عام هنا ووكيل هنا وهذه تسمى نفسها قوة سياسية تخدم العراق في هذا المشهد المعقد المرتكت يعني أنا أكد لك 80% من معظم المسؤولين في الدولة العراقية الكبار خارج العراق لا أدري أين هم الآن قسم يتحدثوا وذهبوا إلى بلدانهم فهل يحق لهؤلاء أن يعودوا مرة أخرى ليحكموا العراق بالتالي هذا اللي تقولين عننا أربع وزارات ويريد يسحبها ويغيرها هذا طبعا بحصة أكبر وهو أشاعر بحالة غيرة من الآخر الجزء الآخر عنده ثمانية هو عنده ستة بهذا المستوى الطفول يتعاملوا مع القضية ذلك مكثير يعني ذلك هو على السيد الرئيس الوزراء عندما يرى المشهد بهذا المستوى من التعاطي الأسف يعني مع القضية الأساسية في العراق وهذه قوة سياسية تضغط عليه يجب أن يخرج إلى الشارع العراقي بشكل واضح بكلمتين حاولت وسعيت ولا أستطع ويا شعب العراقي هذه الأمانة ردت إليكم هذه الكلمتين سوف مش قد خطرة يعتبرها البعض سوف تنقض الوضع في العراق هذا هو الذي لن يحصل شيء الحكومة تبقى تصريف أعمال يكلف رئيس الجمهورية فيما بعد شخصا يتم الاتفاق عليه من خارج هذه القوة السياسية يدير مرحلة انتقالية من سنة نقوم بعادة بناء المؤسسات السياسية والمؤسسات الانتخابية وأن نجمع السلاح بشكل حقيقي ليس فقط من أيدي الميليشيات من بعض الجهات التي تدخل وتخرج في العراق بارياحية ونحفظ سيادة العراق وعند ذلك بعد عام أو عام ونصب عندما نجل الانتخابات تكون الأجواء مهيئة بقانون انتخابات يعكس التمثيل الحقيقي للشعب العراقي هذا هو البرنامج واضح جدا ليس فيه تحقيق نعم إذن هذه النقاط الثلاث الرئيسية التي تراها في برنامج يعني سير المشهد العراقي في خلال عام ونصب صحيح؟ نعم شكرا جزيلا لك كنت معنا ضيفا كريما في الاستوديو المحلل السياسي المستقل السيد أحمد الأبيض شكرا جزيلا لك